أخبار الأطفال إيه؟ الأطفال بخير الحمد لله يعني نوعا ما الأمور الآن أحسن بكتير بكتير يعني كل شيء متوفر إليهم يعني أنا مرتاح أنه لما أمير بيتعم بلاج الدواء موجود سريعا الحمد لله أي صيدلية بدخلها بلاج الدواء الحمد لله إنما الأمور في غزة كانت ما في أدوية أصلا في الصيدليات الصيدليات كلها سقرة حتى المستشفى نفسها ما فيها دواء طرح هو الأدوية يعني أدوية بسيطة نوعا ما ولكن ما كانت نتوفر في غزة فعدم توفرها يؤدي إلى أمور أكبر ولكن الحمد لله هم بخير أنا متطمن لأنه إحنا وصلنا هنا والحمد لله هم بخير بخير أنا أخليهم لك طيب السؤال ممكن تبقى صغطه مؤلمة تفضل ماذا بقى من غزة يا أليس غزة الآن تسعين في المئة منها تحولت إلى كومة حجارة وهذا هو التعبير الصريح والأوضح لما يحصل في غزة الآن لربما هدف نتنياهو إسرائيل تحديدا هو تحويل غزة لكومة حجارة ما تبقى من غزة حاليا هو رفح ومنطقة من دير البلح باقي غزة دخلها الجيش الإسرائيلي عاث فيها فسادا دمر كتير فيها ما خل حجر على أخوه والمناطق اللي بيحكي عنها إنها مناطق آمنة هي تتعرض للقصف والاستهداف يوميا مبارح كان فيه استهدافين في رفح أحد الاستهدافات كان أمام المستشفى الإماراتي في منطقة تل السلطان في رفح لخية من نازحين العباب المستشفى الاستهداف سقط فيه أكثر من 15 شهيد كان فيه استهداف آخر أيضا لمنزل يعود لعائلة أبو أنزة فيه مدينة رفح أيضا والمؤلم في الموضوع أنه كان في الاستهداف فيه أطفال توأم أجل آهلهم بعد سنوات فالصورة حتى الآن عالقة في رأسي اليوم كان فيه برضو استهدافات لعدة بويت أيضا في رفح هذه المنطقة للجيش الإسرائيلي بيحكي عنها إنها منطقة آمنة وبحذر المدنيين والمواطنين في قطاع غزة إنهم يتوجهوا لإله ورغم هيك بيستهدفها الأحزمة النارية مستمرة من الأمس على منطقة دير البلح ومنطقة مدينة حمد في مدينة خنيونس حاليا سكان مدينة حمد الدبابات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي محاصرها تماما فغزة تقريبا ما ضل منها شي ضل بس ناس عايشة بأجسادها فقط ترجمة نانسي قنقر